وبيقولوا لي في خبر برضو النهاردة دلوقتي على الواتساب أهو الأهلي يطلب من وزير الشباب والرياضة الإعلان عن نتيجة التحقيقات أرسل النادي الأهلي خطاباً للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بالمناسبة ده مسمى وزارة الشباب والرياضة مش مسمى النادي الأهلي هي اللي حط هذا المسمى مش النادي الأهلي والتي أمر بإجراءها وزير الرياضة للوقوف على كافة الملابسات الخاصة بأزمة خطاب تنظيم المباراة النهاية لدور الأبطال وما جرى من اتحاد كرة القدم في هذا الشأن وتسبب في ضياع حق مصر حق مين؟ حق مصر مش حق النادي الأهلي إن النادي الأهلي هو ممثل مصر في هذه البطولة وبالتالي حضرتك يلي خبت الجواب وحيبان وحنفضل كل يوم نقول في هذا الأمر حضرتك يلي خبت الجواب أن تسبب في فقدان مصر لقب كان من الممكن أن نستفيد منه بأشكال كبيرة جدا وكثيرة جدا وما جرى من اتحاد كرة القدم المصري في هذا الشأن وتسبب في ضياع حق مصر قبل أن يضيح حق النادي الأهلي وذلك في ضوء الخطاب الذي أرسله الدكتور أشرف صبحي للنادي قبل أيام اشتركوا في القناة